بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وأسهلاً بكم عزيزان الطلاب في مقرر المهارات الإدارية اليوم بإذن الله سنبدأ في إعادة شرح مقرر المهارات الإدارية دعونا نبدأ في هذا المقرر ونوضح ما يحتويه من وحدات دراسية في هذا المقرر لدينا ثلاث وحدات الوحدة الأولى هي مهارة التخطيط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات سنتطرق إلى مفهوم الإدارة وأهميتها ومجالاتها وسنتطرق بعد ذلك إلى التخطيط وكذلك مفهومه ومعوقاته وأنواعه وسنتطرق إلى مفهوم المشكلات وأيضاً استراتيجيات حل المشكلات وخطوات حل المشكلات وأيضاً سنتطرق إلى صنع واتخاذ القرار وأيضاً اتخاذ قرارات الإبداعية الوحدة الثانية تتحدث عن السكرتارية ومكنة العمل المكتبي في هذه الوحدة سنتحدث عن السكرتير وصفاته ومهامه وأيضاً سنتطرق إلى أهم المهام وهي الملفات كيف يسترجع ملفات كيف يصنف الملفات كيف يرتبها وأيضاً المكتب وما يحتويه من أدوات وما يحتويه أيضاً من معاملات كذلك سنتطرق إلى مكنة العمل المكتبي وأيضاً تطبيقات في الإدارة الإلكترونية بعد ذلك سنتحدث عن الوحدة الثالثة وهي مهارات البيع والشراء في هذه الوحدة سنتحدث عن وفهوم عملية البيع والشراء أهمية البيع والشراء العوامل المؤثرة في الشراء والسلوك الشرائي خطوات العملية الشرائية خطوات العملية البيعية سنتحدث أيضاً عن سلوكيات في الشراء ونتحدث عن مندوب المبيعات ونتحدث أيضاً عن التجارة الإلكترونية دعونا نبدأ في الوحدة الأولى الوحدة الأولى هي مهارة التخطيط وحل المشكلات في الدرس الأول لدينا هو ما يتحدث عن مفهوم الإدارة تحدثنا في ثلاثة أربعة محاور في هذا الدرس مفهوم الإدارة وهمية الإدارة ومجالات الإدارة وعناصر العملية الإدارية دعونا نبدأ في مفهوم ونستذكره سويا مفهوم الإدارة تعدد التعريفات التي وضع لمال إدارة ومن تلك التعريفات ما يلي أولا خدمة الغير وتقديم العون للآخرين إذن الإدارة هي خدمة الآخرين من يكون مسؤول عن إدارة إذن مهمته هو خدمة الآخرين ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم كما هو مطلوب كذلك هي تعرف الإدارة هي العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ غرض معين والإشراف عليه إذن من خلال إدارة نستطيع أن نحقق أعمالنا ننجز الأعمال وإذن نستطيع أن نشرف على مدى إنجازها خلال هذه المهمة إذن الإدارة هي عملية إشراف على الأعمال وكيف ننجزها ومدى إنجازنا لهذه المهمة كذلك عرفت الإدارة بأنها يتنفيذ الأشياء عن طريق الآخرين إذن من يكون في الإدارة هو ينفذ مهام مطلوبة منه عن طريق الآخرين أو ما يقصد به العاملين في هذه المنظمة أو في هذه الشركة كذلك عرفت وأكثر تعريف كتب في علم الإدارة هو أن تعرف بالضبط ماذا تريد إذن هذا ينمي عن الهدف لابد يكون لديك هدف أن تعرف بالضبط ماذا تريد ثم تتأكد من أن الأفراد يؤدونه بأحسن وأقل تكلفة ممكنة إذن الإدارة مهمتها أن تعرف ماذا تريد من هذا العمل وتتأكد أن الموظفين يؤدونه بالشكل المناسب كذلك عرفت بأنها استغلال الموارد المتاحة الموارد نقصد بها جميع الموارد المادية البشرية كل الموارد المتاحة للمنظمة كيف تستغلها من خلال أنها تنظم الجهود العمل بين الموظفين وأيضا تنسقها بشكل يحقق الأهداف التي ترجو أن تحققها طبعا هذه الأهداف لا بد أن تحقق بالكفاءة والفاعلية الكفاءة هي تحقيق أقصى درجات هذا الهدف ونحققه بأقل تكلفة ممكنة ويكون له تأثير إيجابي على المنظمة أيضا عرفت الإدارة بأنها النشاط الخاص بقيادة وتوجيه الجهود البشرية وتخطيط وتنظيم وقد عرفت أيضا بأنها هي أربعة مهام توجيه وتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومن خلال أيضا تحقيق الرقابة بقصد الوصول إلى الأهداف التي وضعت قبل بداية العمل أو الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بعد ذلك تحدثنا عن أهمية الإدارة دعونا نستذكر الأهمية ذكرنا إذا أردنا أن نعرف أهمية الإدارة نتخيل موقع أو منظمة أو مدرسة أو أسرة بدون إدارة ما الذي سيحدث؟ بالتأكيد سيكون هناك فوضى إذن فالإدارة هي وسيلة المجتمع والأفراد إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم من خلال ممارسة لعملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة كذلك الإنسان إذا لم يكن هناك إدارة لوقته ليومه بالتأكيد سيذهب هذا اليوم دون تحقيق أي هدف وبالتالي الإدارة مهمة لنا في جميع الأمور إذن أيضا الإدارة مهمة للمجتمع في تحقيق احتياجات أفراده إذا كان هناك إدارة نستطيع أن نحق جميع احتياجات الأفراد من خلال أيضا تحديد الأولويات بالتأكيد هناك أشياء مهمة ثم تأتي الأشياء الأقل منها أهمية وأيضا استثمار الموارد المتاحة لدينا في هذه المنظمة أو في هذه الدولة لتلبية هذه الاحتياجات البشرية كذلك هي تعكس أهمية العام الإنساني في نجاح المنشآت الأمر الذي فرض عن مديرين إحداث التدريب والتطوير إذن الإدارة هي تعكس النجاح في المنشآت لذلك نشاهد هناك منشآت تنجح بشكل كبير هناك منشآت تخفق والسبب هو الإدارة ومدى احترافيتها ومدى قدرتها على إدارة هذه المنظمة كذلك ذكرنا أنه بوجود الإدارة إذن نستطيع كأفراد أو كمنظمات أن نحدد أهدافنا نعمل على تحديد هداف نستطيع أن نضع لنا هداف أيضا نستطيع أن نرسم المسارات التي توصلنا إلى تحقيق الهداف نضع الهدف ونستطيع من خلال الإدارة وضع الطرق والأساليب التي توصلنا إلى ما نريد تحقيقها إذن من أهمية الإدارة هو نستطيع أن نحقق الهداف ونستطيع أن نرسم المسارات ذكرنا أيضا لدينا عدة مجالات في الإدارة هناك مجالات كثيرة اقتصر الكتاب على ذكر تقريبا خمسة مجالات أولا الإدارة العامة مجال إدارة الأعمال مجال إدارة الهيئات والمنظمات المتخصصة ولدينا الإدارة الإقليمية والدولية وأخيرا إدارة المؤسسات العامة هذه المجالات الآن تعد كتخصصات في الإدارة ويتخصص الأشخاص في كل مجال من هذه المجالات دعونا نستذكر الفروقات بين هذه المجالات لدينا في الإدارة العامة الإدارة العامة هي مارسة العملية الإدارية في الأجهزة الحكومية وهي تنفيذ السياسة العامة للدولة كل دولة لديها سياسة عامة من خلال الإدارة العامة في الأجهزة الحكومية نستطيع تحقيقها أيضا الإدارة العامة تؤدي إلى خدمة الصالح العام أي المجتمع بشكل عام إدارة الأعمال هي إدارة النشاطات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الأرباح كل ما نشاهده من المنظمات وشركات تهدف إلى أرباح إذن ما يناسب معها هو إدارة الأعمال كذلك لدينا إدارة الهيئات والمنظمات المتخصصة هذه الإدارة تعني بإدارة أوجه النشاط في المنظمات التي تقدم خدماتها إلى فئات متخصصة أو خاصة في المجتمع وبالتأكيد لا تهدف إلى تحقيق أرباح كمثال ذلك فئات مثلا إدارة مثلا هيئات حقوق الإنسان إدارة مثلا أو هيئات المعاقين كل ذلك إذن تخدم فئة معينة من المجتمع وبالتالي يكون خدمة هذه العينة أو هذه الفئة دون تحقيق أرباح كذلك لدينا نوع آخر وهو الإدارة الإقليمية أو الدولية الإدارة الإقليمية والدولية هي إدارة المنظمات التي لها صفة إقليمية لا تتبع دولة معينة لا تتبع شركة معينة إنما تكون لخدمة الإقليم أو لخدمة المجتمع العالمي ككل وبالتأكيد تهدف إلى تلبية رغباتهم وإحتياجاتهم ويكون لها استقلالية عن الدول والمنظمات كذلك إدارة المستة العامة أيضا هذا هو تطور لعملية الإدارة العامة وهو كذلك مرفق يخدم السياسة العامة للدولة وتسهير طبعا وفق توجهات الدولة ولا يعد الربح في هدفا في حد ذاته تأخذ أموال بسيطة رمزية لكي تستمر في تقديم الخدمة ولكن ليس الهدف الأساسي هو الربح كما هو الحال في إدارة الأعمال أيضا تطرقنا إلى عناصر العملية الإدارية وذكرنا أن عناصر العملية الإدارية تتكون من أولا التخطيط وهو وضع الخطط والسياسات ورسمها قبل أن نبدأ في العمل بعد ذلك التنظيم هو تنسيق الجهود بين العاملين وبين ما هو مخطط قبل أن نبدأ بعد ذلك توجيه العاملين نحو الأهداف التي وضعناها في مرحلة التخطيط وأخيرا نراقب هذا العمل كيف تم وإلى أين وصل إذن عناصر العملية دارية تتكون من أربعة عناصر لا يمكن لأي إدارة من إدارات تتخلى عن عنصر من هذه العناصر لا بد أن تخطط لا بد أن تنظم لا بد أن توجه لا بد أن يكون هناك رقابة ذكرنا أيضا هل الإدارة علم أم فن؟ إذن هناك اختلاف بين فريقين فريقين نظر لها كعلم لأنها تدرس في الجامعات لديها كتب لديها نظريات وفريق آخر يرى أنها فن ودليل ذلك أن هناك أشخاص نجحوا دون دراسة في إدارة منظماتهم وشركاتهم ومنازلهم وأسرهم فبالتأكيد يرون أنها فن هناك أيضا توجه آخر يرى أنها هي مزيج ما بين العلم والفن إذا مزيجت بالتأكيد يصبح لدينا قائد ويصبح لدينا إدارة مميزة وذلك لأن الأشخاص يستطيعون أن تدربوا عليها ويكتسبون هذه المهارات وكذلك نستطيع أن نعلمها من خلال الكتب من خلال الدراسات دعونا ننتقل الدرس الثاني في الوحدة الأولى والذي يتحدث عن التخطيط في هذا الدرس تحدثنا عن مفهوم التخطيط وأهمية التخطيط وفوائد التخطيط وأهداف التخطيط دعونا نبدأ في مفهوم التخطيط ونستذكره سويا مفهوم التخطيط في اللغة يعني التصطيع ووضع الأسطور وهي عبارة عن فكرة مثبتة بالكتابة أو بالرسم هذا ما يتعلق في اللغة أما ما يتعلق في اصطلاحا فهي عملية تحديد الأهداف المستقبلية إذن التخطيط لشيء مستقبلي قادم في الأيام وأيضا نحدد من خلال هذا التخطيط الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافنا كذلك إعداد البرامج التفصيلية لكي نحقق هذه الأهداف ونؤدي نشاطات لكي نصل إلى الهدف الأخير أو الهدف الاستراتيجي بطريقة تتميز بالكفاءة والفاعلية المطلوبة إذن التخطيط هو للمستقبل من خلال التخطيط نحدد الوسائل نحدد الطرق نرسم السياسات لكي نصل إلى الهدف الاستراتيجي لنا على مستوى الأشخاص أو منظمات بأقل كلفة ممكنة وبالتأكيد بأفضل جودة ممكنة أهمية التخطيط كذلك التخطيط إذا أردنا أن نعرف أهميته لذلك نشاهد الأشخاص الذين لا يخططون في حياتهم لذلك أقيل أن التخطيط له أهمية بالغة في يمثل المنهج العلمي لسير أي عمل في هذه الأرض وبالتأكيد هناك خطوات لهذا التخطيط وأيضا التخطيط هو المدخل الرئيسي والأساسي لحل أي مشكلة ممكن قد تقع فيها كذلك أقيل أن دقيقة واحدة في التخطيط توفر عليك ما يقارب أربع إلى ثلاث ساعات تنفيذ بمعنى حينما تجلس وتبدأ في وضع خطة ليومك لسنتك لإدارتك بالتأكيد هذا التخطيط لمدة دقيقة سوفر عليك الأخطاء العشوائية التي قد تقع فيها وتبدأ بعد ذلك بحلها هنا في التخطيط ستتدارك هذه الأخطاء وبالتأكيد سيصبح لديك متسع من الوقت لإنجاز أعمالك كما هو مطلوب أيضا ذكرنا أن هناك فوائد للتخطيط لماذا نخطط؟ بالتأكيد هناك فوائد لهذا التخطيط أولا التنبؤ بالمستقبل كلنا نريد أن نعرف المستقبل كما نعلم المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى لكن من خلال التخطيط نستطيع أن نتنبأ في الوضع بالمستقبل وبالتالي نتلافى الأخطاء نتلافى الأشياء التي قد تعيقنا عن تحقيق أهدافنا كذلك من خلال التخطيط إذا كان لدينا تخطيط لا بد أن نبدأ في تحديد الأهداف إذن من فوائد التخطيط أنه يساعدنا في وضع الأهداف ورسمها سواء كما ذكرنا على مستوى الشخصي أو على مستوى المنظمات كذلك استخدام الأمثل للموارد إذا كان هناك تخطيط تستطيع أن تستخدم ما لديك بأفضل طريقة ممكنة إذا كان هناك تخطيط في الشركة بالتأكيد سيضعون الشخص المناسب في المكان المناسب وبالتالي سيوفر عليهم مثلا أخطاء ويوفر عليهم جهود كبيرة كذلك نستطيع من خلال التخطيط أن نقيس الأداء إذا كان لدينا تخطيط نقارن أداءنا الحالي بالخطة الموضوعة وبالتالي نصل إلى نقطة معينة أننا أنجزنا من هذه الخطة نسبة معينة أم لم ننجز إذا نستطيع أن نقيس الأداء كذلك على مستوى الشخصي أو على مستوى المنظمات أيضا أساسي قرارات الرشيدة إذا لم يكن هناك تخطيط سيكون هناك ارتجال في قراراتنا وحياتنا وبالتالي حينما يكون لدينا تخطيط سيكون لدينا قرار رشيد قليل التكلفة يبحث عن أفضل سعر ممكن إذا كان لدينا عمليات وتكاليف وبالتأكيد يبحث عن أفضل جودة ممكنة كذلك يقلل عشوائية في التخطيط لا يقدم شخص على عمل إلا وهو مطلوب منه هناك سيكون بعد التخطيط تنظيم وبالتالي يسهم هذا التخطيط في إنشاء أو في استمرار عملية التنظيم بدون التخطيط لا نستطيع أن ننظم وبالتالي إذا لم يكن لدينا تنظيم ولا تخطيط ستكثر عشوائية في المنظمة ولا يعرف الموظف ما العمل مطلوب منه إذن من خلال التخطيط نستطيع أن نقلل العشوائية بدرجة كبيرة كذلك الرضا الوظيفي للعاملين العاملين إذا عرف أو الموظف إذا عرف ماذا عليه في هذه المنظمة والأهداف التي يجب أن يحققها إذن هو بعد أن ينجزها يعرف أنه أنجز وبالتالي سيكون لديه رضا أما إذا كان العمل عشوائي كل شخص لا يعرف ما الذي سيقيم عليه إذن سيكون هناك اختلافات سيكون هناك شكوك في التقييمات في الأداء وبالتالي سيحقق الرضا الوظيفي هذا التخطيط إذا كان التخطيط كما ذكرنا بشكل صحيح أيضا لدينا في درس التخطيط أهداف التخطيط لماذا نخطط أو ما الهدف من عملية التخطيط نخطط لأداء جديد حينما نبدأ مشروع جديد دراسة لم نكن مثلا قد بدأناها في السابق إذن شيء جديد لا بد أن تخطط لهذا العمل الجديد كذلك للتطوير والتحسين إذا كان لديك منظمة وتسعي لتطوير هذه المنظمة أو تطوير قدرات المنظفين لا بد أن تخطط لكي تصل إلى الاحترافية تصل إلى مثلا تدريبهم على التقنيات الحديثة لا بد أن تضع خطة وتخطط لهذا الأمر كذلك إذا وقعت في مشكلة لا تستطيع أن تحلى إلا من خلال التخطيط تضع خطة تبدأ في دراسة المشكلة وتضع حلول وهذا ما يسمى بالتخطيط أيضا لكل عام الروتيني نحتاج إلى تخطيط لكن قد لا يظهر بشكل عام لكل شخص لكن بشكل عام التخطيط مهم في حياتنا سواء حتى في الأشياء الروتينية لكي كما ذكرنا نقل الخسائر على مستوى الشخصي وكذلك على مستوى المنظمات في الدرس الثالث كذلك تطرقنا أيضا إلى التخطيط وفي التخطيط حدثنا عن أنواع التخطيط وأيضا عناصر التخطيط وأخيرا معوقات التخطيط دعونا نبدأ في أنواع التخطيط ذكرنا أن التخطيط عادة يقسم في عدة أصناف لكن تناولنا أو عدة مجالات أو عدة وجهات نظر لكن أخذنا في هذا المقرر من حيث الناحية الزمنية أو الفترة الزمنية التخطيط في فترة الزمنية ينقسم إلى ثلاثة أنواع أولا تخطيط طويل الأجل وتخطيط متوسط الأجل وتخطيط قصير الأجل دعونا نبدأ في توضيح هذه الأنواع في التخطيط طويل الأجل ذكرنا أنه من أكثر من ثلاث سنوات وإلى عشر سنوات وقد يمتد إلى أكثر من ذلك التخطيط طويل الأجل يكون في الإدارة الاستراتيجية وفي الإدارة العليا كذلك هي من تضع الفلسفة الأهداف لهذه المنظمة هي من تحدد الموارد والاستثمارات والدخول في مثل صفقات وأيضا هي من تحدد التكنولوجيا التي تستخدم في هذه المنظمة إذن تخطيط طويل الأجل هو تخطيط استراتيجي بعيد المدى كذلك لدينا نوع آخر وهو التخطيط المتوسط وهو أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات وعادة يتم في الإدارة الوسطى كأن مثلا تخطط للنشاط يقوم بوضع خطته كمثلا إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة كل هذه الإدارات ويسمى هذا التخطيط التكتيكي أخيرا هو التخطيط قصير الأجل وهو أقل من سنة ليوم، ليومين، شهر، سنة، عفوا أسبوع، أسبوعين أقل من سنة بالتأكيد ويتم في الإدارة الدنيا أو ما يسمى أيضا بالإدارة التنفيذية كان مثلا نضع عمل مثلا جدول شهري للعمل أو أسبوعي وأيضا هذا التخطيط عرف بأنه أدق أو أفضل التخطيط الممكن لماذا؟ لقرب الفترة وبالتالي يكون أدق من التخطيط متوسط وطويل الأجل لأن الفترة الزمنية قليلة وبالتالي الأحداث تكون معروفة بالنسبة لمخطط إذن هذا التخطيط يكون مرن أكثر من غيره لدينا في الدرس الثالث عناصر التخطيط وذكرنا أن هناك أربعة عناصر للتخطيط لا يمكن أن يتم التخطيط بدون هذه العناصر أولا الأهداف الأهداف هي ما نريد أن نحققه في المستقبل وبالتأكيد قد تكون أهداف عامة أو أهداف خاصة وقد تكون أهداف بعيدة المدى نقصد أو أهداف قريبة المدى أيضا لدينا السياسات لا بد أن يكون هناك في التخطيط سياسة تضع المنظمة يضعها الشخص والسياسة هي المبادئ التي تضع المنظمة وبالتأكيد تسترشد بها لجميع الجهات التابعة لها وعادة ما تكون هذه السياسة ثابتة لا تتغير ذكرنا عدة أمثلة مثلا لدينا بعض المتاجر أو بعض الشركات مثلا سياستها السعر المنخفض إذن لا يمكن أن ترفع هذا السعر إلا في أدق أو مثلا في أصعب الظروف لكن يكون سياستها مثلا السعر منخفض تجد كل محلاتها أو كل فروعة يكون سعرها منخفض وبالتالي يكون لديها هذه السياسة هناك شركات تبحث عن الجودة لا يهم السعر فتجد منتجاتها تهتم بالجودة دون النظر إلى السعر هل هو مرتفع أو منخفض كذلك لدينا القواعد في عناصر التخطيط القواعد وهي ما ينبغي القيام به وما ينبغي الامتناع عنه من سلوك أو تصرفات وهي عبارة عن القوانين والتعاميم التي تصدر من هذه الإدارة أو هذه الشركة وأيضا يتم تعريف العمال والموظفين بهذه القواعد والتنبيذ كم مثال ذلك مثلا قواعد المدرسة التزام مثلا بالزي وأشياء مثلا تكون هناك قواعد يجب على الطالب أن يتبعها في هذه المدرسة إذن هذا يطلق عليه قواعد كذلك الإجراءات الإجراءات هي سلسلة من خطوات يقوم بها الشخص لإنجاز عمل معين أو لتنفيذ عمل معين مثلا حينما أردت أن تلتحق بالمرحلة الثانوية هناك خطوات قمت مثلا بإحضار شهادة المتوسط قمت بإحضار مثلا بعض الكشفات الطبية إثباتاتك الشخصية إذن هذه ما نسميها بالإجراءات التي قد تكون في أي عمل ممكن أيضا كذلك حينما تقدم على طلب وظيفة بالتأكيد سيكون هناك سلسلة من أعمال والخطوات ونطلق على هذه العملية هي الإجراءات لدينا أيضا في التخطيط معوقات التخطيط يواجه عدة معوقات دعونا نستذكر هذه المعوقات أولا عدم فهم التخطيط بالشكل الصحيح سواء ما يتعلق بمن يخطط أو بمن يعمل مع المخطط قد يكون هناك فهم للتخطيط وبالتأكيد يكون هناك خسارة لهذا الجهود أو لا يكون هناك تحقيق للأهداف نظير أن التخطيط تم بشكل خاطئ أو لا يوجد شخص يفهم مثلا في هذا التخطيط وبالتالي منظمة قد تفشل في تقيق أهدافها كذلك عدم إشراك المرؤوسين في عملية التخطيط حينما لا يشرك المدير مرؤوسي بالتأكيد سيكون هناك عدم تقبل للأراء عدم تقبل للقرارات وبالتأكيد إذا هناك إشراك للمرؤوسين في عملية التخطيط سيقود المنظمة إلى تحقيق أهدافها وبالتالي المنظف يشعر بأنه جزء من مسؤولية وبالتالي سيكون هناك عمل أكبر وجهد أكبر نظير أنه يشعر أنه مسؤول عن هذه الخطط التي تم وضعها كذلك عدم توفر الإمكانات اللازمة لتنفيذ الخطة كان لدينا خطة مميزة لكن لا يوجد لدينا إمكانات سواء ما يتعلق في الإمكانات المادية أو البشرية لتنفيذ هذه الخطة الموظفين عددهم أقل أو لا يوجد لدينا موظفين محترفين أو إلى آخرين من الأسباب وبالتالي سيقودنا إلى عدم القدرة على تنفيذ التخطيط كذلك عدم وضوح الأهداف قد تكون الأهداف غير واضحة للجميع قد تكون تفهم من أكثر من معنى أو تأخذ أكثر من معنى في ظن الواحد وبالتالي سيكون هناك مثلا عشوائية في تنفيذ العمل ويكون هناك مثلا في تداخل أو التباس على الموظفين في إنجاز أعمالهم كذلك بعض العادات والتقاليد الاجتماعية قد تكون أيضا ضد هذا التخطيط قد يخطط الشخص وبالتالي يواجه معوقات من قبل العادات والتقاليد قد يكون البعض منطقي وقد يكون البعض من هذه العادات غير منطقي وبالتالي يواجه الشخص معوقات في التخطيط سواء ما يتعلق على حياة الشخصية أو في عمله كموظف بعد ذلك تطرقنا إلى الدرس الرابع وهو أيضا في التخطيط وتناولنا خطوات التخطيط دعونا نستذكر هذه الخطوات تمر عملية التخطيط بعدد من الخطوات من أهمها أولا تحديد الهدف لا يمكن أن نخطط بدون تحديد هدف الهدف لا بد أن يكون يتميز بعدة مزايا وذكرنا أن هدف هو ما نريد أن نحقق في المستقبل الهدف لا بد أن يكون واضح الهدف لا بد أن يكون نظامي لا بد أن يكون قابل للقياس نستطيع أن نقيسه ونعرف مدى إنجازنا وكذلك لا بد أن يكون واقعي من إمكاناتنا وقدراتنا كذلك جمع المعلومات بعد أن تحدي هدف تبحث عن المعلومات وبالتأكيد كل ما كانت المعلومات صحيحة ودقيقة قادنا إلى تخطيط ناجح بإذن الله فالمعلومات قد تكون من مصادر رسمية وغير رسمية من خلال تحليل ومن خلال وضع افتراضات بعد ذلك في الخطوة الثالثة تقودك هذه المعلومات إلى وضع افتراضات الصحيحة كما ذكرت إذا كان المعلومات صحيحة سيقودك إلى وضع افتراضات صحيحة وبالتالي ستكون منظمة في الطريق السليم كذلك بعد أن نقوم بوضع الافتراضات نحدد البدائل يكون لدينا أكثر من خيار نبدأ نقارم بين البدائل أقل التكلفة وأفضل فائدة للمنظمة وبعد ذلك نختار البديل الأفضل ثم نضع البدائل بالترتيب إذا لم نحقق مثلا الهدف الأول أو البديل الأول سنلجأ إلى البديل الآخر وبالتالي يقلل الجهد في عملية الرجوع إلى التخطيط مرة أخرى كذلك في آخر خطوة التنفيذ وتقويم النتائج ننفذ الخطط التي تم وضعها ونقيم النتائج مقارنة بالخطط التي تم وضعها وبالتأكيد ستكون هنا عملية التخطيط ناجحة إذن خطوات التخطيط يبدأ الإنسان في تحديد الهدف بعد ذلك يجمع المعلومات ويضع الافتراضات وثم يحدد البدائل وبعد ذلك ينفذ ويقيم تجربته ككل إذن إلى هنا عزيزي الطالب نكون أنهينا الجزء الأول من الوحدة الأولى بإذن الله سنكمل ذلك في الدرس القادم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم